الحرب كالنار ما إن تمر على منطقة حتى تلتهم كل جميل فهنا في منطقة ثعبات في مدينة تعز المنطقة التي سميت قديما بحديقة السلاطين تقف اليوم خائرة القوى بعد أن التهمتها نيران الحرب في يوم واحد كان يضربوا عين مي وخمسة هاوين بليلة واحدة يعني ماذا يعني إيش القرمان اللي ارتكبنا داخل البلاد هذه يعني ثعبات تحملت مشاكل قمهورية كلها سلاح الدولة كلها روحها عندنا يعني الحمد لله لو لا الغطاء النباتي اللي قاس يحمينا وإلا الفتاة اللي كنا نسمع من الضرب بعد ذا نبكر الليل معنا خلص ما نقول ما عابش ناس بالصباح نبكر منازل مدمرة ومنطقة في خط صير نظر القناصين ومدافع الدبابات المتمركزة في الجهة المقابلة لها من قبل الحوثيين منطقتنا هي تعتبر منطقة من كوبا منطقة حرب استمرت لمدة سنتين ونصف عندنا يعني المنازل دمار المنازل دمار القتلى معنا ما يقارب مئة شهيد عندنا ما يقارب عدد من جرحة كثير من جرحة ثلاثمئة جريح ما يقارب من المعاقين معنا واحد وعشرين معاق احتمال يعني نعم سباب الألغام وسباب الهاونات قبائف الهاونات هذه تصدرنا الملاشية الحوثي عندنا المنطقة منطقة ثعبات تفتقر إلى كثير من الدعم فالناس هنا يفتقرون إلى كل شيء يجعل الحياة تستمر فهذا مركز الهلال الأحمر اليمني تعرض أيضا لقصف عنيف من قبل الحوثيين ما جعله يخرج عن نطاق العمل بعد أن كان الملجأ الأول لأبناء المنطقة طبيا بمبادرة مجتمعية وبدعم بسيط من إحدى المنظمات المحلية يحاول أبناء المنطقة إعادة ترميم واحدة من المرافق الخاصة بالمركز أبد أن نقوم بإعادة تأهيل المركز الصحي لما نراه من قصف عشوائي للمنطقة بشكل شبه يومي فهذا الشيء الذي جعلنا لنخترع أو لنفكر بشيء بديل عن إسعاف المريض إلى مناطق بعيدة عن المنطقة فأوجدنا هذا المركز ليكون إسعاف أولي أو كإسعاف يعني ينقذ المريض في مسافة قريبة من المنطقة معاناة لا مثيل لها هنا فالحياة هنا رهينة مدفعية أو رصاصة قناص حياتنا مليئة بالسواد كهذه الغرفة بالضبط إلا أننا ما زلنا على قيد الأمل على الجنان لقناة سهيل تعز